لدينا في الكتب التي ألفها علماؤنا الأجلاء في بدايات عصر الغيبة الكبرى خصوصاً ما جاء في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق وما جاء في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وفي غيرهما أيضاً لدينا مجموعة من الأحاديث المروية عن السيدة حكيمة يمكن أن نسميها مجموعة أحاديث السيدة حكيمة في الوثيقة الثانية التي أعرضها بين أيديكم انتخبت حديثين من أحاديث السيدة حكيمة هذان الحديثان هما الذان سأصطلح عليهم في هذا البرنامج بوثيقة السيدة حكيمة لأن الحديثين أحدهما يكمل الآخر فسأعرض وسأقرأ بين أيديكم حديثين من الأحاديث التي رويت عن السيدة حكيمة هذان الحديثان بحسب البرنامج بحسب هذه الحلقة بحسب الشاشة الثالثة أعني شاشة الأسرة هذان الحديثان أصطلح عليهم وثيقة السيدة حكيمة ومثل ما كانت وثيقة السيدة نرجس وثيقة الزواج فإن وثيقة السيدة حكيمة وثيقة القابلة وثيقة الولادة أقرأ من نفس الكتاب الذي تحدثت عنه في يوم أمس وسأحدثكم عنه كثيرا بعد أن أكمل قراءة الوثائق لأن الوثائق كلها سأقرأها من هذا الكتاب من كتاب الشيخ الصدوق كمال الدين وتمام النعمة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 452 ما روي في ميلاد القائم صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه الحديث الأول ماذا يقول الشيخ الصدوق حدثنا محمد ابن الحسن ابن الوليد وهو شيخ الصدوق من كبار مشايخه المعروفين لا أريد الحديث عن الأسماء هنا حدثنا محمد ابن الحسن ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن يحيى العطار قال حدثنا أبو عبد الله الحسين ابن رزق الله قال حدثني موسى ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام قال حدثتني حكيمة بنت محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام فالحديث يحدثنا موسى ابن محمد ابن القاسم ابن الحمزة ابن الإمام الكارضة الحمزة الحمزة ابن الإمام الكارضة وهذا موسى من أحفاده موسى ابن محمد ابن القاسم ابن الحمزة ابن الإمام الكارضة يحدثنا عن السيدة حكيمة بنت إمامنا التاسع إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فماذا تقول السيدة حكيمة قالت بعث إلي أبو محمد الحسن ابن علي فهذا الكلام وهذا الحديث حديث الولادة بعث إلي أبو محمد الحسن بن علي يعني الإمام العسكري فقال يا عم اجعلي افطارك هذه الليلة عندنا فإنها ليلة نصف من شعبان وصيام شعبان مستحب كما تعرف يا عم اجعلي افطارك هذه الليلة عندنا فإنها ليلة نصف من شعبان فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة وهو حجته في أرضه قالت فقلت له ومن أمه قال لي نرجس قلت له جعلني الله فداك ما بها أثار لا تظهر عليها آثار الحمل وآثار الولادة فقال هو ما أقول لك قالت فجئت فجئت إلى بيت الإمام الحسن العسكري قالت فجئت السيدة حكيمة تقول فجئت فلما سلمت وجلست جاءت من التي جاءت جاءت سيدة نرجس جاءت تنزع خفي الخوف الخوف هو الجورب هو نوع من أنواع الأحذية وقد يكون نوعا من أنواع الجوارب السميكة وقالت لي يا سيدتي وسيدة أهلي كيف أمسيت فقلت بل أنت سيدتي وسيدة أهلي قالت فأنكرت قولي وقالت ما هذا يا عم قالت فقلت لها يا بني إن الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة قالت فخجلت واستحيت هذه العبارة أستبعدها أستبعدها أن تقولها السيدة حكيمة ولكنني قرأتها كما جاءت ماذا قالت السيدة نرجس تخاطب السيدة حكيمة يا سيدتي وسيدة أهلي كيف أمسيت فقلت فقلت بل أنت أنت سيدتي هذا يمكن أما وسيدة أهلي من المراد بأهلي أهل البيت لا يصح هذا الكلام أو أن المراد أو أن المراد أهلي يعني منهم في داري وبيتي من الذين كانوا في بيت السيدة حكيمة إذا أريد هذا المعنى يصح ولكن إذا أريد أهل البيت فإن هذا الكلام لا يصح ولن يصدر من السيدة العالمة الحكيمة السيدة حكيمة لا ربما هذا من الروات وقالت لي يا سيدتي وسيدة أهلي كيف أمسيت فقلت بل أنت سيدتي وسيدة أهلي قالت فأنكرت قولي وقالت ما هذا يا عمه قالت فقلت لها يا بني إن الله سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة قالت فخجلت واستحيت فلما أنفرغت من صلاة العشاء الآخرة باعتبار باعتبار أن صلاة المغرب وصلاة العشاء يقال لها صلاة العشاءين صلاة المغرب أو صلاة العشاء الأولى ولذا يقال أذان العشاءين صلاة العشاءين العشاء الأول والعشاء الآخر فلما أن فرغت تقول السيدة حكيمة من صلاة العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعي فرقت فلما أن كان في جوف الليل في جوف الليل يعني في منتصف الليل وما بعد المنتصف قمت إلى الصلاة ففرقت من صلاتي وهي نائمة ليس بها حادث ثم جلست معقبة ثم اتجعت ثم انتبهت فزعة وهي راقدة لا زالت السيدة نرجس راقدة ثم قامت فصلت ونامت قالت حكيمة وخرجت أتفقد الفجر هل حل الفجر تتحدث عن الفجر الصادق قالت حكيمة وخرجت أتفقد الفجر يعني هل حل وقت الصلاة فإذا أنا بالفجر الأول المراد من الفجر الأول ما يعرف بالفجر الكاذب هناك فجران فجر كاذب وفجر صادق الفجر الثاني الفجر الثاني هو الذي تشرع عنده الصلاة ويشرع عنده الصيام قالت حكيمة وخرجت أتفقد الفجر فإذا أنا بالفجر الأول كذنب السرحان السرحان هو الذئب بكسر السين كذنب السرحان وهو الذئب وهذا ورد في حاديث أهل البيت من أن الفجر الكاذب يكون في السماء كذنب السرحان وأما الفجر الصادق فيكون كالقباطي والقباطي ثياب مصنوعة من القطن المصري يؤتى بها من مصر قالت حكيمة وخرجت أتفقد الفجر فإذا أنا بالفجر الأول كذنب السرحان يعني الفجر الكاذب وهي نائمة نائمة بعد أن قامت وصلت ونامت فدخلني الشكوك فصاحبي أبو محمد من المجلس من المجلس المراد يعني الصالة أو الغرفة أو الموضع الذي يكون الاستقبال الضيوف يسمى بالمجلس المجلس مكان استقبال الضيوف فصاحبي أبو محمد من المجلس فقال لا تعجلي يا عم فهاك الأمر قد قرب قالت فجلست وقرأت الفلام ميم السجدة وياسين فبينما أنا كذلك إذ انتبهت من التي انتبهت سيدة نرجس إذ انتبهت فزعة فوثبت إليها فقلت اسم الله عليك ثم قلت لها أتحسين شيئا قالت نعم يا عم فقلت لها اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك قالت فأخذتني فترة وأخذتها فترة أخذتني فترة وأخذتها فترة كأننا في حالة قريبة من الإغماء في حالة أخذت منا حالة الانتباه هذا المراد من الفترة عدم الانتباه وعدم التنبه فأخذتني فترة وأخذتها فترة فانتبهت بحس سيدي بحس سيدي يعني بصوته بحركته بأنفاسه فقد ولد الإمام ولد الإمام في هذه الفترة فأخذتني فترة وأخذتها فترة هي أيضا كأنها أغمي عليها سلب منها الانتباه وسلب مني الانتباه فأخذتني فترة وأخذتها فترة فانتبهت بحسي سيدي فكشفت الثوب عنه فإذا أنا به ساجدا يتلقى الأرض بمساجده كشفت الثوب عنه يبدو أن والدته كانت مغطاة بغطاء بقطعة قماش كبيرة بنوع من الأغطية وقد ولد الإمام وكان ساجدا والسيدة حكيمة انتبهت من فترتها فأحست بصوت بحركة بأنفاس ولذلك رفعت الثوب فأخذتني فترة وأخذتها فترة فانتبهت بحس سيدي فكشفت الثوب فكشفت الثوب عنه فإذا أنا به ساجدا يتلقى الأرض بمساجده والمساجد معروفة الجبهة والراحتان والركبتان والإبهامان فإذا أنا به ساجدا يتلقى الأرض بمساجده فضممته إليه فإذا أنا به نظيف متنظف فصاحبي أبو محمد عندنا في الروايات حين ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه رسول الله كان ينتظر فنادى على عمته يا عم علي بولدي فقالت أصبر هنيئة يا رسول الله نريد أن ننظفه فماذا قال رسول الله أنت 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 وهو يحدث عمته عمة رسول الله أنت 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 تنظفين إن الله قد نظفه من أنت حتى تريدين أن تنظف الحسين وما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم هذه عقيدتنا فيه فإذا أنا به نظيف متنظف فصاحبي أبو محمد هلمي إلي ابني يا عم فجئت به إلي فوضع يديه تحت إليتي وظهره ووضع قدميه على صدره ثم أدلى لسانه في فيه وأمر يده على عينيه وسمعه ومفاصله ثم قال تكلم يا بني فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله ثم صلى على أمير المؤمنين وعلى الأئمة إلى أن وقف على أبيه ثم أحجم تفاصيل الروايات قد يزيد فيها شيء أو ينقص وهذه طبيعة الرواة خصوصا في الروايات الطويلة التي تكثر فيها التفاصيل والجزعيات هذه الرواية أقرأها عليكم من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي منشورات شركة الأعلم للمطبوعات صفحة 157 والرواية عن السيدة حكيمة فماذا ردد إمام زماننا في هذه الأحوال التي تتحدث عنها ردد هذه العبارة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين حقا ثم لم يزل يعد السادة الأوصياء إلى أن بلغ إلى نفسه ودعا لأوليائه بالفرج على يديه ثم أحجى وهذا النص هو الذي ينسجم مع أصول عقيدتنا ومع الذوق واللحن والفهم الذي يتجلى من كل معارف الكتاب والعطرة ثم قال تكلم يا بني فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله ثم صلى على أمير المؤمنين وعلى الأئمة إلى أن وقف على أبيه ثم أحجم ثم قال أبو محمد يا عم اذهبي به إلى أمه ليسلم عليها وائتني به فذهبت به فسلم عليها لم يتكلم مع أمه إلى أن تكلم مع أبيه هو الإمام هو الذي أمر السيدة حكيمة أن تأخذه كي يسلم على أمه ثم قال أبو محمد إمامنا العسكري يا عم اذهبي به إلى أمه ليسلم عليها وائتني به فذهبت به فسلم عليها وردته فوضعته في المجلس في المكان الذي كان فيه إمامنا العسكري ثم قال يا عم إذا كان يوم السابع فأتينا قالت حكيمة فلما أصبحت فلما أصبحت يعني في نفس يوم الولادة فلما أصبحت جئت لأسلم على أبي محمد وكشفت الستر لأتفقد سيدي فلم أره فقلت جعلت في ذاك ما فعل سيدي فقال يا عم استودعناه الذي استودعته أم موسى موسى قالت حكيمة فلما كان في اليوم السابع جئت فسلمت وجلست فقال هلمي إلي ابني فجئت بسيدي وهو فالخرق ففعل به كفعلته الأولى ثم أدلى لسانه في فيه كأنه يغذيه لبنا أو عسلا ثم قال تكلم يا بني فقال أشهد أن لا إله إلا الله وثنى بالصلاة على محمد وعلى أمير المؤمنين وعلى الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين حتى وقف على أبيه ثم تلا هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون قال موسى موسى من هو هذا موسى الذي نقل لنا هذه الرواية وهو من أحفاد إمامنا الكاظم إنه موسى ابن محمد ابن القاسم ابن الحمزة ابن الإمام الكاظم قال موسى فسألت عقبة الخادم عن هذه يعني عن هذه الوقائع فقالت فقالت يبدو أن عقبة هذه امرأة قد يقول قائل وصفت بالخادم توصف المرأة بالخادم أيضا فسألت عقبة الخادم عن هذه فقالت صدقت حكيمة وربما عقبة هذا رجل فقال صدقت حكيمة ولكن بحسب ما جاء في هذا النص فسألت عقبة الخادم عن هذه فقالت صدقت حكيمة هذا هو الحديث الأول هناك حديث ثان فيه تفاصيل أكثر عن ولادة إمام زماننا سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى وعرضت الصورة الثانية وهي وثيقة السيدة حكيمة وقلت من أنه في أيدينا هناك مجموعة من الأحاديث يمكن أن نسميها مجموعة أحاديث السيدة حكيمة بنت الإمام الجوات صلوات الله عليه وعليها اختطفت من هذه المجموعة حديثين وأحد الحديثين حديث طويل والأحاديث الطويلة يمكن أن تذكر بعض التفاصيل الجانبية بنحو ليس دقيقا وربما يشتبه الراوي في تركيب العبارات والجمل فلا يصيب المعنى بشكل دقيق في المسائل الجانبية وإلا فجوهر الموضوع سيبقى واضحا وجليا وإنني هنا لا أريد أن أثبت ولادة الإمام صلوات الله عليه من خلال نص واحد طريقة صارت معلومة لديكم منذ أن بدأت هذا الحديث نمط الشاشات المتعددة وفي كل شاشة أعرض مجموعة من الصور لن يكتمل الموضوع إلا باكتمال الشاشات ولن تكتمل الشاشات إلا باكتمال صورها ولن تكتمل الصور ما لم تبين التفاصيل الخاصة بكل شاشة وبعد ذلك نستطيع جميعا أنا وأنتم أن نستخرج الصورة التي تفرض نفسها بنفسها لست أنا الذي سأفرض الصورة النهائية عليكم لست أنا الذي سألزمكم بشيء أنا حالي كحالكم هناك شاشات وهذه الشاشات فيها صور وهذه الصور صور حقيقية ومن أوضح الأدلة على حقيقة هذه الصور أنها تتكامل فيما بينها تكاملها دليل صحتها فلسنا بالحاجة أن نبحث حتى في مصادر هذه الصور ولسنا بالحاجة أن نبحث في أسانيدها هناك صور وهذه الصور لست أنا الذي صنعتها هناك حقائق دامغة وهذه الحقائق موجودة قبل قرون وقرون لا أنا الذي صنعتها ولا أنتم الذين صنعتموها غاية ما أقوم به أنني أجمع هذه الحقائق أرتب هذه الحقائق في شاشات كهذا الذي يرتب صوره في ألبوم كل ما أقوم به أقوم بتنظيم هذه المعلومات أعرضها بين أيديكم وأنتم أيضا لا تقومون بشيء راقبوا دققوا فكروا احترموا عقولكم واجمعوا كل الأقوال البائسة والسخيفة لمراجعنا الكرام في تضعيف هذه الروايات وفي تضعيف هذه المعاني التي نقلتها هذه الحكايات الصادقة والحقيقية اجمعوا أقوالهم والقوا بها في أي مكان تريدون أن تلقوا بها انظروا إلى الحقائق لا تقلدوا أحدا في أنكم تقبلوا حقيقة أو ترفضوا حقيقة الحقائق أمام أعينكم احترموا عقولكم شغلوا عقولكم دققوا النظر في هذه المعلومات لا تعبأوا بي ولا بغيري هكذا تكون الحقائق وهكذا يكون الإنسان صادقا مع نفسه ومحترما لذاته ومحترما لعقله فالإنسان الذي لا يحترم نفسه ولا يحترم ذاته ولا يحترم عقله على الأقل من وجهة نظري سيكون داخلا في حد البهمية وهذا المنطق ما هو بمنطقي إذا أردت أن أثبته بالآيات والروايات والأدعية الشريفة أثبته لكم لكن الحديث ليس عن هذا الموضوع من دون أن أذهب بكم في هذا الاتجاه أو في ذاك الاتجاه أعود إلى الصورة الثانية التي أريد أن أكمل عرضها بين أيديكم من صور هذه الشاشة نحن الآن في إطار الشاشة الثالثة التي هي شاشة الأسرة عرضت صورة الأولى وثيقة السيدة نرجس إنها وثيقة الزواج ثم بدأت بعرض الصورة الثانية وثيقة السيدة حكيمة إنها وثيقة القابلة إنها وثيقة الولادة وقلت هذه الوثيقة بحسب البرنامج تشتمل على حديثين قرأت على مسامعكم الحديث الأول في الحلقة المتقدمة وسأقرأ عليكم الآن الحديث الثاني وإذا مكتمل الحديث الثاني ستكتمل الصورة الثانية من صور هذه الشاشة والتي هي وثيقة السيدة حكيمة أعني وثيقة القابلة القابلة يعني المولدة يعني الشاهدة على عملية الولادة وكيف وكيف خرج المولود من أمه فهذه وثيقة القابلة وثيقة الولادة إنها وثيقة السيدة حكيمة وهي تشتمل على حديثين مر الحديث الأول وهذا هو الحديث الثاني وأنا أقرأ عليكم من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة صفحة 454 من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة الحديث الثاني بسنده بسند الشيخ الصدوق إلى أن يقول حدثنا محمد ابن عبد الله الطهوي قال قصدت حكيمة بنت محمد بنت محمد الجوات إمامنا التاسع صلوات الله عليه قال قصدت حكيمة بنت محمد بعد مضي أبو محمد بعد مضي أبو محمد ويمكن أن نقول بعد مضي أبي محمد على سبيل الإضافة باعتبار هذا من الأسماء الستة ولكن يمكن أن يكون بعد مضي أبي محمد يمكن أن يكون على سبيل الحكاية أبو محمد هنا مبنية على الحكاية وهي مضافة لما قبلها أو يمكن أن نضمن المصدر معنى الفعل ويكون له فاعل وهذا يمكن على رأي بعض المدارس النحوية فمضي هنا مصدر فيمكن أن يضمن معنى الفعل أنا هنا لا أريد أن أدخل معكم في مسألة إعرابية فماذا قال محمد ابن عبد الله الطهوي قال قصدت حكيمة بنت محمد كما قلت إنه الجواد إمامنا التاسع بعد مضي أبو محمد أسألها عن الحجة عن الحجة بعد إمامنا الحسن العسكري وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها الشيعة وقعوا في حيرة ويبدو أن الشيعة دائما دائما يعني بتعبير عراقي دائما متحضرين للحيرة جاهزين على أهبة الاستعداد أي قضية تأتي وحاروا فيها فماذا يريد الطهوي هذا كان يريد أن يسأل السيدة حكيمة عن الحجة وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها هذه القضية إلى اليوم خبر ينشر على الفيسبوك تحيير فيه الشيعة كلمة يقولها شخص في فضائية من الفضائيات وحارة الشيعة لو كانوا يتمسكون بمنهج الكتاب والعتر تمسكا حقيقيا وكانت ثقافتهم ثقافة تمت بصلة قوية وشديدة إلى منهج علي لو كانت معرفتهم القرآنية معرفة علوية لما صار حال الشيعة هكذا وعلى مر التاريخ لماذا لأن علماءنا ولأن مراجعنا منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا ذهبوا بعيدا قد يقول قائل إن الرواية هنا تتحدث عن أحوال الشيعة في زمن قريب من زمان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المشكلة في زمان الأئمة وخصوصا منذ زمان إمامنا الرضا إلى ولادة إمام زماننا الحج وغيبته المشكلة أيضا كانت في الوسط الشيعي في علماء الشيعة في مراجع الشيعة مشكلة الواقف مشكلة عسيرة جدا من الذي قام بها كبار مراجع الشيعة وهم من أصحاب إمامنا موسى بن جعفر وكذا الحال بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري حيث كانت هناك فتنة كبيرة إنها فتنة جعفر الكذاب وفتنة شخصيات أخرى وهناك من اتبعه هؤلاء الذين اتبعوا هذه الأسماء الضالة لو كانوا قد تمسكوا بمنهج الكتاب والعترة بشكل واضح لما وقعوا في هذه الطامة والمشكلة هي المشكلة إنها مشكلة الأمة منذ يوم السقيفة منذ اليوم الذي استشهد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله مقتولا بالسم لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع ولكن ني سأكمل معكم قراءة هذا النص من وثيقة السيدة حكيمة فماذا كان يريد الطهوي هكذا يقول أسألها عن الحجة وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها فقالت لي اجلس فجلست ثم قالت يا محمد محمد هو هذا السائل اسمه محمد ابن عبد الله الطهوي ثم قالت يا محمد ان الله تبارك وتعالى لا يخلي الأرض أو لا يخلي الأرض والمعنيان صحيحان لا يخلي الأرض أو لا يخلي الأرض من حجة ناطقة أو صامتة لابد من وجود حجة إما ظاهرة أو غائبة لحكمة من الحكام إن الله تبارك وتعالى لا يخلي الأرض من حجة ناطقة أو صامتة ولم يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين وهذا من بديهيات عقائدنا الشعية إن الإمامة المعصومة لن تكون في أخوين بعد الحسن والحسين هذا من قواعدنا العقائدية الواضحة ولم يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين تفضيلا للحسن والحسين وتنزيها لهما أن يكون في الأرض عديلهما فما للحسن والحسين من عديل من أسباط الأنبياء وأحفاظ الرسل هذا حسن وهذا حسين إنهما ريحانة محمد صلى الله عليه وآله ولم يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين تفضيلا للحسن والحسين وتنزيها لهما أن يكون في الأرض عديلهما إلا أن الله تبارك وتعالى خص ولد الحسين بالفضل على ولد الحسن فجعل العصمة والإمامة في والد الأئمة في والد العترة جعلها في أب السجاد إلا أن الله تبارك وتعالى خص ولد الحسين بالفضل على ولد الحسن كما خص ولد هارون على ولد موسى وإن كان موسى حجة على هارون والفضل لولده لمن لولد هارون إلى يوم القيامة ولابد للأمة من حيرة يرتاب فيها المبطلون ويخلص فيها المحقون يخلص فيها يخلصون يستخرجون يستنتجون من بين مجاميع أهل الباطل فهم الخلاصة ولابد للأمة من حيرة لابد للأمة بسبب موقفها الأمة هي التي قادت نفسها إلى مهاوي الحيرة وإلا فالأمر واضح رسول الله قال للأمة في بيعة الغدير هذا علي أولى منكم بأنفسكم وهذا علي من نصره فهو ناصر لله ومن خذله فهو خاذل لله هذا علي طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله هذا علي هو الذي يفسر لكم القرآن لا تأخذ التفسير إلا من علي هذا علي هو مصدر الفهم فعلي هو الذي يفهمكم بعدي هذا علي يفهمكم بعدي هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله والأمر من بعدي في علي وعند علي ومن أراد أن يكون على ديني فليكن مع علي ومن بعد علي يأتي الأئمة الأطهار إلى أن تمت البيعة في يوم الغدير ببيعة لكل أئمتنا إلى أن وصلت إلى إمام زماننا وكل ذلك كان قد جرى في يوم الغدير فلو أن الأمة سارت في ذلك الوادي الذي أمر رسول الله عمار بن ياسر أن يسير فيه فماذا قال رسول الله لعمار بن ياسر قال يا عمار إذا رأيت الناس سلكوا أي واد فاسلك في الوادي الذي يسلك فيه علي لو أن الأمة سلكت في هذا الوادي الذي أمر سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله عمار أن يسلك فيه لو أن الأمة سلكت في هذا الوادي لو أن ها تمسكت بالعروة الوثقة العروة الوثقة العروة الوثقة ولاية علي لو أن الأمة تمسكت بها لما قادت نفسها حتى وقعت في مهاو الحيرة وفي مزالق الضلال وذهبت بعيدا ذهبت بعيدا تدخل في فتنة وتخرج منها إلى فتنة أعظم ولذا تقول السيدة حكيمة ولا بد للأمة من حيرة هذا جزاؤها هي التي فعلت بنفسها ما فعلت ولا بد للأمة من حيرة يرتاب فيها المبطلون ويخلص فيها المحقون كي لا يكون للخلق على الله حج لا لابد لابد تتبين الأمور ولا بد أن يتوضح الطريقان طريق الحق وطريق الباطل كي كي لا يكون للخلق على الله حج وإن الحيرة لابد واقعة بعد مضي أبي محمد الحسن فقلت يا مولاتي هل كان للحسن ولد هذا محمد ابن عبد الله الطهوي يسأل السيدة حكيمة فقلت يا مولاتي هل كان للحسن ولد فتبسمت ثم قالت إذا لم يكن للحسن عقب يعني ولد فمن الحجة من بعده إذا سلمنا أن الأرض لا تخلو من حجه وإذا سلمنا أن الدين موجود مثل ما قدمت في الصور التي عرضتها في الشاشة الأولى الدين مستمر والأمر التكويني قائم والتشريع قائم وهناك مجموعة كاملة هذه المجموعة الكاملة متواصلة لا بد من الحج مر الحديث في هذا ثم قالت إذا لم يكن للحسن عقب فمن الحجة من بعده وقد أخبرتك أنه لا إمامة لأخويني بعد الحسن والحسين هنا السيدة حكيمة تلغي ادعاءات جعفر الكذاب وغير جعفر الكذاب وقد أخبرتك أنه لا إمامة لأخويني بعد الحسن والحسين لأن جعفر الكذاب كان أخا للإمام الحسن العسكري فقلت هذا الطهوي يحادث السيدة حكيمة فقلت يا سيدتي حدثيني بولادتي مولايا وغيبته قالت نعم كانت لي جارية يقال لها نرجس فزار فزارني ابن أخي من هو إمامنا العسكري فزارني ابن أخي فأقبل يحدق النظر إليها فقلت له يا سيدي لعلك هويتها فأرسلها إليك كي يتزوجها هذه التفاصيل ربما لا تأتي منسجمة بشكل دقيق مع ما جاء مذكورا في الوثيقة الأولى الوثيقة الأولى هي الأصل فيما يرتبط بالسيدة نرجس لكنني سأقرأ عليكم النص كاملا ومثل ما قلت الأحاديث الطويلة هناك جزئيات الراوي ربما لا ينقلها بدقة قالت نعم كانت لي جارية يقال لها نرجس فزارني ابن أخي فأقبل يحدق النظر إليها فقلت له يا سيدي لعلك هويتها يعني رغبت فيها في الزواج منها فأرسلها إليك فقال لها لا يا عم ولكني أتعجب منها فقلت وما أعجبك منها فقال سيخرج منها ولد كريم على الله عز وجل الذي يملأ الله به الأرض عدلا وقصطا كما ملئت جورا وظلما فقلت فأرسلها إليك يا سيدي كي يتزوجها فقال استأذني في ذلك أبي مع أن التفاصيل ليست دقيقة مثل ما مرت في وثيقة الزواج ولكن واضح أركان الأسرة واضحة إمامنا الهادي إمامنا العسكري السيدة حكيمة السيدة نرجس الراوي ربما أغفل شيئا هنا أو هناك نستمر وستلاحظون من أن هذه الوثائق يكمل بعضها بعضا والذي سيوضح الأمر جليا وبشكل كامل ما أعرضه في آخر صورة من صور هذه الشاشة ماذا سأعرض بين أيديكم في آخر صورة من صور هذه الشاشة سأقف عند صورة مهمة جدا إنها زيارة السيدة نرجس سأقلب جانبا من صورها وسأقف مليا عند بعض الفاضحة وهناك ستتكامل الصورة بأوضح ما يمكن استبروا علي وأقول استبروا بطا يعني أكثر من الصبر استبروا علي إلى نهاية صور هذه الشاشة ستتجلى لكم والله ستتجلى لكم من خلال كل التفاصيل وأنتم الذين ستحكمون على النتائج بأنفسكم لأنني لا أريد أن ألقنكم ما أعتقده أنتم استخرجوا النتائج والتفاصيل ولكن بعد أن أكمل لكم الحديث في آخر صورة من صور هذه الشاشة وإنني إذ أتحدث هنا عن الشاشة الثالثة لا زالت أمامنا شاشات الصورة النهائية لن تكتمل إلا باكتمال الشاشات فهناك شاشات أولية وهناك شاشات ثانوية وهناك شاشات ملحقة ملاحق فإن الشاشات التي سأفتحها بين أيديكم منها شاشات أولية مراد من الأولية أساسية ومنها شاشات ثانوية ومنها شاشات ملاحق بمجموع هذه الشاشات تكتمل الصورة فقال استأذني في ذلك أبي قالت فلبست ثيابي وأتيت منزل أبي الحسن إمامنا الهادي صلوات الله عليه فسلمت وجلست فبدأني وقال يا حكيمة من دون أن تبدأ بالحديث صلوات الله عليها فقال يا حكيمة ابعثي نرجس إلى ابني أبي محمد قالت فلبست ثيابي وأتيت منزل أبي الحسن الإمام الهادي صلوات الله عليه فسلمت وجلست فبدأني وقال يا حكيمة ابعثي نرجس إلى ابني أبي محمد قالت فقلت يا سيدي على هذا قصدتك على أن أستأذنك في ذلك فقال لي يا مباركة مر علينا في وثيقة السيدة نرجس من أن السيدة نرجس أساسا الذي بعث بها إلى بيت السيد حكيمة هو إمامنا الهادي فهنا إمامنا الهادي يطلب من السيدة حكيمة أن تأتي بنرجس فقد حان الوقت حان الوقت لزواج إمامنا أبي محمد من زوجته الأميرة ملكة 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 فقال لي الإمام الهادي يقول للسيدة حكيمة يا مباركة إن الله تبارك وتعالى أحب أن يشركك في الأجر مرة علينا كان يخاطبها يا بنت رسول الله في سياق مهم في سياق مهم وهو يحدثها عن أم القائم هذا الاسم الذي يحبه أهل البيت القائم وهذا الاسم الذي يحبه إمام زماننا من أحب الأسماء إليه القائم صحيح نحن نسلم عليه حين ظهوره الشريف السلام عليك يا بقية الله ولكن من أحب الأسماء إليه في زمان غيبته القائم من أحب الأسماء إليه فقال لي يا مبارك إن الله تبارك وتعالى أحب أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبا قالت حكيمة فلم ألبث أن رجعت إلى منزلي وزينتها ووهبتها لأبي محمد وجمعت بينه وبينها في منزلي فأقام عندي أياما ثم مضى إلى والده ووجهت بها معه قالت حكيمة فمضى أبو الحسن مضى يعني رحل عن الدنيا استشهد صلوات الله وسلامه عليه استشهد مسموما متى متى استشهد إمامنا صلوات الله وسلامه عليه بعد بعد زواج إمامنا الحسن العسكري من السيدة نرجس وسأتحدث عن هذا المقطع التاريخي في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى لن أحدثكم في تفاصيل التواريخ في هذه الحلقة كي أتمكن أن أقرأ النص كاملا سنتحدث عن السنين وعن التواريخ في الحلقات القادمة ولكن هذه المعلومة لتكن واضحة من أن شهادة إمامنا الهادي كانت بعد زواج إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه من السيدة الأميرة مليكة قالت حكيمة فمضى أبو الحسن مضى شهيدا رحل عن هذه الدنيا فمضى أبو الحسن وجلس أبو محمد إمامنا الحسن العسكري مكان والده وكنت أزوره كما كنت أزور والده فجاءتني نرجس يوما تخلع خفي فقالت يا مولاتي ناوليني خفك فقلت بل أنت سيدتي ومولاتي والله لا أدفع إليك خفي أو خفي لتخلعيه ولا لتخدميني بل أنا أخدمك على بصري على بصري على عيني كما نقول فسمع أبو محمد إمامنا العسكري ذلك فقال جزاك الله يا عمة خيرا فجلست عنده إلى وقت غروب الشمس فصحت بالجارية بالجارية بالخادمة فهناك خادمة في بيت الإمام قد تكون نسيم نسيم كانت خادمة في بيت الإمام الحسن العسكري أو تكون أخرى غيرها أو ربما تلك التي ذكرت في الحديث السابق قال موسى فسألت عقبة الخادم عقبة هنا قد يكون رجلا ولكن عبارة الخادم في الروايات تطلق على الخادم المذكر وعلى الخادمة المؤنث على حال لسنا بصدد الدخول في هذه التفاصيل فجلست عنده عند الإمام الحسن العسكري إلى وقت غروب الشمس فصحت بالجارية بخادمة من الخادمات وقلت ناولين ثيابي لأنصرف تريد أن تذهب إلى بيتها فقال عليه السلام إمامنا العسكري لا يا عمتا بيت الليلة عندنا فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها فقلت ممن يا سيدي ولست أرى بنرجس شيئا باعتبار الإمام ما كانت له زوجة إلا سيدة نرجس فقلت ممن ربما تصورت مثلا من جارية أخرى من الجواري فقلت ممن يا سيدي ولست أرى بنرجس شيئا من أثر الحبل الحبل يعني الحمل فقال من نرجس لا من غيرها قالت فوثبت إليها فقلبتها ظهرا لبطن فلم أرى بها أثر حبل فعدت إليه فأخبرته بما فعلت فتبسم ثم قال لي إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل لأن مثلها مثل أم موسى يتحدث عن أم موسى النبي وهكذا أخبرتنا الأحاديث من أن أم موسى لم يظهر عليها أثر الحبل لأن مثلها مثل أم موسى ولذا في زيارتها في زيارة السيدة نرجس نخاطبها من أنها شبيهة أم موسى وأنها ابنة حواري عيسى إننا نتوجه إلى أم القائم يا شبيهة أم موسى ويبنة حواري عيسى والشرف البابخ حين نقول يا أم القائم هذا الاسم من أحب الأسماء إلى قلبها ومن أحب الأسماء إلى قلب إمام زماننا ورد عندنا في بعض الروايات من أننا إذا خاطبناه بهذا الاسم فإنه ينظر إلينا ينظر إلى مخاطبه هناك وسائل نستجلب بها نظر الإمام فحين نخاطبه القائم القائم إنه ينظر إلينا ومن هنا يستحب القيام عند ذكر هذه اللفظة لأن الإمام ينظر إلينا هذا هو سبب في القيام السبب في القيام هو هذا فمن شأن العبد إذا نظر إليه مولاه أن يقوم إجلالا واحتراما فإن الإمام إذا ما ذكر بهذا الاسم فإنه ينظر إلينا تأدبا قطعا إذا كنا نستطيع ربما في بعض الحالات لا نستطيع القيام لأي سبب من الأسباب إذا كنا قادرين على القيام وذكرنا الإمام بهذا الاسم نحن أنا ذكرت الإمام بهذا الاسم وكنت قادرا على القيام في موقف في محل في مقام مناسب أن أقوم يستحب لي أن أقوم احتراما وإجلالا لمولاي الذي ينظر إليه ومن شأن العبد إذا ما نظر إليه مولاه أن يقوم إجلالا احتراما وأن يقوم استعدادا للخدمة فإن المولى إذا نظر إلى عبده فلربما كان يريد منه حاجة أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع إذا سنحت فرصة سنتحدث عن معنى القائم ولكنني أتوجه إلى أم القائم وأمد لا أقول يدي أمد عقلي وقلبي متوسلا أن توجهني التوجيه الصحيح كي يكون فهمي سليما وصحيحا وأنا أتحدث عنها وأنا أتحدث عن شؤونها تقول سيدتنا المباركة مثلما وصفها إمامنا الهادي سيدتنا المباركة بنت رسول الله شريكة إمامنا الهادي والعسكري في البرنامج المهدوي الأقدس الأعظم الإمام قال لها يا مباركة إن الله تبارك وتعالى أحب أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبة ويأتون الأخوة الأعزاء المراجع يضعفون هذه الروايات لأن جنابهم الكريم لم يوثق السيدة حكيمة في كتبهم أنا لا أقول شيئا أقول نقاط إلى آخره ثم ثم قال لي السيدة حكيمة هذه المباركة شريكة الإمام الهادي والعسكري والدليل قبورهم والدليل قبورهم يا لخيبة هؤلاء المراجع آية الله العظمى الخائبة الخائبة بكل معاني الخيبة فلان الأعلم فلان الأعدل وهذا الأثول ذاك ما أدري منه والنتيجة يضعفون هذه الوثائق المهمة التي هي وثائق إمام زماننا لأن مثلا جناب الأخ العزيز مثلا سيد أبو القاسم الخوئ مثلا أو غير سيد أبو القاسم الخوئ لا يوثق سيد حكيمة مثلا على أي حال ثم قال لي الإمام العسكري يقول لسيد حكيمة إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل أثار الحبل ستظهر على السيدة نرجس عند الفجر لأن مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحبل وإلا لشق بطنها فإن فرعون كان هكذا يعمل لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها حتى بعد أن ولدت لأن فرعون كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى وهذا وهذا المولود نظير موسى وهذا الأمر مثل ذاك الأمر المراد نظير شبيه وهذا التشبيه للتقريب هذا كتشبيه علي بهارون حديث المنزلة يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى فأين موسى من محمد وأين هارون من علي لا وجه للمقايسة وإنما هذا للمماثلة والمشابهة والمقاربة هذه مقاربة لأن مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها لأن فرعون كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى وهذا نظير موسى قالت حكيمة فعدت إليها فأخبرتها بما قال بما قال إمامنا العسكري وسألتها عن حالها فقالت يا مولاتي ما أرى بي شيئا من هذا ما أرى بي شيئا من الحبل لا أشعر بشيء قالت قالت حكيمة فلم أزل فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي لا تقلب جنبا إلى جنب لأن المرأة المقاربة أو المقربة التي اقتربت ولادتها لن تكون مرتاحة في نومها تتقلب فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي نائمة بين يدي يعني أمامي في نفس المكان لا تقلب جنبا إلى جنب حتى إذا كان آخر الليل حتى إذا كان آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة من سيدة نرجس وثبت فزعة فضممتها إلى صدري وسميت عليها فصاح إلي أبو محمد وقال اقرأي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر هذه سورة القائم وليلة القدر ليلة القائم وسورة القدر هي سورة القائم وقال اقرأي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر فأقبلت أقرأ عليها وقلت لها ما حالك قالت ظهر بي الأمر الذي أخبرك به مولاي فأقبلت سيدة حكيمة تقول فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني فأقبلت سيدة حكيمة تقول أقرأ عليها ماذا تقرأ؟ تقرأ عليها سورة القدر كما أمرني إمامنا الحسن العسكري فأجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ وسلم علي قالت حكيمة ففزعت لما سمعت أو ففزعت لما سمعت لما سمعت يعني حين سمعت أو ففزعت للذي سمعت قالت حكيمة ففزعت لما سمعت أو لما سمعت فصاحبي أبو محمد لا تعجبي من أمر الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا الذي يغلب على ظني من أن هذه المعاني تصوغها السيدة حكيمة بهذه الصياغة كي تجعل فيها استدلالا للذي تحدثه وإلا فهذه المعاني بالنسبة للسيدة حكيمة واضحة وقد رأت ما رأت من الأعاجيب في بيت أبيها الجوات في بيت أخيها الهادي في بيت ابن أخيها الإمام الحسن العسكري ما هذه الأمور بغريبة في هذه البيوت الطاهرة ولكنني أعتقد من أن السيدة حكيمة تصوغ الكلام بهذه الطريقة وتضمنه شيئا من الاستدلالات لا يعني أن الإمامة العسكرية لم يقل هذا الكلام أنا لا أقصد هذا ولكنني أقصد الطريقة والصياغة في نقل الحقائق لأن صياغة الكلام بهذا الأسلوب يجعل المتلقي مستعدا لقبول هذه المعاني باعتبار أن السيدة حكيمة تجعل من نفسها في نفس الموضع وفي نفس الحال الذي هو عليه المتلقي الذي سيبدي استغرابا وتعجبا على أي حال أنا لا أريد أن أذهب كثيرا هذه مجرد احتمالات فإنني لا أبني عليها بناء قطعيا مجرد احتمالات تكون على حاشية الحديث لتوضيح بعض المعاني أو لدفع لبس قد يحدث في ذهن أحد من الذين يتابعون هذا البرنامج قالت حكيمة ففزعت لما سمعت لأن الجنين قد قرأ معها سورة القدر وسلم عليها فصاحبي أبو محمد لا تعجبي من أمر الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا تتذكرون مرة علينا كلام الشيخ المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد مرة علينا في الحلقات المتقدمة من حلقات هذا البرنامج حين حدثتكم عن كتاب سليم بن قيس وذكرت لكم تشكيك وتضعيف الشيخ المفيد لهذا الكتاب الشريف وبعد ذلك قلت لكم في نفس هذا الكتاب هو هكذا يقول عن عقيدته بكمال عقولهم وبكمال عصمتهم بعد أن يكونوا أئمة بعد إمامتهم الفعلية ومن أننا لا نعرف أحوالهم قبل الإمامة وقبل النبوة ماذا يقول إمامنا العسكري إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ونحن في البطون إمام يتحدث عن ولده وهو في بطن أمه فإن السيدة حكيمة أبدت تعجبها من حديثه وهو في بطن أمه بحسب السياق الحديث ينطقنا بالحكمة صغارا والحكمة تمام العلم الحكمة تمام العصمة الإمام يتحدث عن حكمة الله التي تظهر عليهم فعكمة الله ما هي ناقصة التي تظهر فيهم وعليهم الحكمة هي النبوة وهي الإمامة وهي العصمة وهي الطهارة وهي العلم بكله إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا بالنسبة للناس وإلا فهم حجة منذ البداية وإنما المراد أن هذا الأمر يظهر للناس مثل مثل ما تظهر حجة إمامة الإمام بعد شهادة أبيه في سلسلة الأئمة الأطهار فهل هو لم يكن حجة قبل ذلك هل يصدق هذا الكلام وإنما تظهر الحجة للناس هناك حجة ظاهرة وهناك حجة لا أقول باطنة وهناك حجة ظاهرة لكنها خافية على الناس إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس مثلما مر علينا في الحديث الأول من هذه الوثيقة كما قالت السيدة حكيمة فأخذتني فترة وأخذتها فترة هناك حالة ليست طبيعية قد حدثت حتى غيبت عني نرجس فلم أرها كأنه ضرب بيني وبينها حجاب فعدوت عدوت يعني ذهبت مسرعة ركضت فعدوت نحو أبي محمد وأنا صارخة فقال لي ارجعي يا عم فإنك ستجديها في مكانها إذا أردنا أن نجمع بين هذه وهذه مراد بين هذه وهذه بين الرواية السابقة وهذه على افتراض أن النقل في الاثنين كاملا فهذا يعني أنها بعد أن انتبهت من فترتها السيدة حكيمة ما وجدت السيدة نرجس فقال لي ارجعي يا عم فإنك ستجديها في مكانها قالت فرجعت فلم ألبث يعني إلا فترة قصيرة أن كشف الغطاء الذي كان بيني وبينها وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غش بصري ما غط بصري ما غش أو ما غش ما غش بصري وإذا أنا بالصبي ساجدا لوجه جاثيا على رقبتي رافعا سبابتي يعني مسبحتي فالنبي يسمي السبابة مسبحة وقطعا هذا الكلام من الراوي وإلا فأهل البيت يعبرون عن السبابة بالمسبحة إلا إذا كان المتلقي لا يعرف هذا المعنى ويحتاج إلى ذكرها بالسبابة لأن سيرة النبي أن يجمل الذي يحتاج إلى تجميل وأن يحسن القبائح على جميع المستويات في الألفاظ في الأسماء في كل شيء ومن التعبير الجميل أن نقول عن أصابع رسول الله وعن أصابع أئمتنا مسبحات هم الذين سبحوا في كل شيء ومنهم تعلم الوجود بكل مراتبه التسبيح نعم هذه سبابة بالنسبة لي ولكم بالنسبة للحجة ابن الحسن هذه مسبحة رافعا مسبحتي المكتوب هنا سبابتي رافعا مسبحتي وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن جدي محمدا رسول الله وأن أبي أمير المؤمنين ثم عد إماما إماما إلى أن بلغ إلى نفسه ثم قال اللهم أنجز لي ما وعدتني وأتمم لي أمري وثبت وطأتي واملأ الأرض بعدلا وقسطا ماذا تقول سيدتنا الطاهرة حكيمة فصاحبي أبو محمد فقال يا عمه تناولي وهاتي فتناولته وأتيت به نحوه فلما فلما مثلت بين يدي أبيه بين يدي أبيه يعني بين يدي أبي القائم وهو الإمام الحسن العسكري فلما مثلت بين يدي أبيه وهو وهو على يدي سلم على أبيه قبل أن أعطيه للإمام الحسن العسكري وكانت السيدة حكيمة تحمله تحمل القائمة بعد ولادته سلم على والده فلما مثلت بين يدي أبيه وهو على يدي سلم على أبيه فتناوله الحسن فتناوله الحسن مني والطير ترفرف على رأسه الطير ترفرف على رأسه الملائكة التي تظهر بصور شتى وفي بيوت آل محمد كانت الملائكة تظهر كثيرا بصور الطيور ولهذا حديث مفصل ليس المقام منعقدا لبيان مثل هذه المطالب ولكن هذا الأمر تكرر ذكره في رواياتهم وأحاديثهم فتناوله الحسن مني والطير ترفرف على رأسه على رأس من؟ على رأس القائم الملائكة في حال من يفسد فيها ويسفك الدماء عن أي دماء تحدثوا إنهم يتحدثون عن دماء الحسين عن أي دماء يتحدثون وحينما عرفوا الحقيقة وحين عرض آدم الأسماء والأسماء ليست ألفاظ وحين عرفوا أن القائمة هو هذا المعد للخلافة الحقيقية وهو الثائر لهذا الدم الذي سيسفك والبرنامج واسعون مفصلون حينئذ كانوا في انتظاره قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ها هي رسل الملائكة تظهر في صور طيور تبتهج فرحة لقد ولد القائم ها قد ولد الذي انتظرته كل الأنبياء هذا هو الذي تمناه لوط حين جاءه قومه يهرعون إليه قدم حتى بناته لقومه لأجل أن يتزوج من بناته ويعفو عن أضيافه ولكن هم كانوا يريدون الفساد يريدون الاعتداء على أضيافه لقد تمناه لو أن لي بكم قوة كان يتمنى هذا القائم الموعود لو أن لي بكم قوة كان يتمنى أن يأوي إلى ركن شديد إلى أنصاره إلى أنصار هذا القائم ها هي الملائكة تحف بإمامنا فتناوله الحسن مني والطير ترفرف على رأسه وناوله لسانه فشرب منه وضع لسانه في فيه ثم قال أمضي به إلى أمه لترضعه ورديه إلي قالت فتناولته أمه فأرضعته فردته إلى أبي محمد والطير ترفرف على رأسه فصاحب طير منها الإمام العسكري صاحب طير من هذه الطيور التي ترفرف على رأس القائم فصاحب طير منها فقال له احمله واحفظه ورده إلينا في كل أربعين يوما فتناوله الطير وطار به في جو السماء وأتبعه سائر الطير فسمعت أبا محمد يقول أستودعك الله الذي أو دعته أم موسى موسى فبكت نرجس فقال لها أسكت فإن الرضاعة فقال لها أسكت فإن الرضاعة أو الرضاعة محرم عليه إلا من ثديك وسيعاد إليك كما رد موسى إلى أمه وذلك قول الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن قالت حكيمة فقلت وما هذا الطير سؤالها ليس عن كل الطير عن الطير الذي أمره الإمام أن يأخذ القائم الموعود أمره الإمام العسكري قالت حكيمة فقلت وما هذا الطير قال هذا روح القدس الموكل بالأئمة يوفقهم ويسددهم ويربيهم بالعلم قطعا هذه المعاني تبين بحسب قانون المدارات وروح القدس إذا أردنا أن نعود إلى كلماتهم الشريفة روح القدس مظهر من مظاهر الحقيقة الفاطمية هي أمهم هي حجة عليهم هي أمهم أم الأئمة والأم تعني الأصل التي قال عنها محمد فاطمة روح التي بين جنبي هذا مظهر من الحقيقة الفاطمية التي هي روح الحقيقة المحمدية قالت حكيمة فقلت وما هذا الطير قال هذا روح القدس الموكل بالأئمة يوفقهم ويسددهم ويربيهم بالعلم وليس المراد من روح القدس جبرائيل أو ملك من الملائكة فإن الملائكة يسددون بولائهم لإمام زماننا الأحاديث لا بد أن تفهم في ضمن كل المنظومة المعرفية لا أن نقف على كلمة في حديث واحد فذلك من الحماقة ومن الخرق ومن السفاها أن نقف عند كلمة أو عند جملة واحدة في حديث واحد لا بد أن تفهم النصوص وأن تفهم المضامين في السياقات الكاملة لكل المنظومة المعرفية التي تتجلى في نصوص الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة قالت حكيمة فلما كان بعد أربعين يوما رد الغلام ووجه إلي ابن أخي فدعاني فدخلت عليه فإذا أنا بالصبي متحرك يمشي بين يديه فقلت يا سيدي هذا ابن سنتين فتبسم ثم قال إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة إذا كانوا أئمة ينشأون بخلاف ما ينشأ غيرهم لا يقاس بآل محمد أحد ينشأون ينشأون بخلاف ما ينشأ غيرهم وإن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى على سنة وإن الصبي منا لا يتكلم في بطن أمه ويقرأ القرآن ويعبد ربه عز وجل وعند الرضاء تطيعه الملائكة أين كلام الشيخ المفيد والهراء الذي ذكره في كتابه تصحيح الاعتقاد من هذه العقائد الجلية الواضحة وعند الرضاء تطيعه الملائكة وتنزل عليه صباحا ومساء وفوج الملائكة كما في الروايات لا ينقطع عنهم أبدا وهذه صباحا ومساء ليس المراد منها وقت الصباح ووقت المساء وإنما المراد الاتصال والتواصل دائما وهذا المعنى إن لم يفهم من هذه العبارة يفهم من بقية النصوص في علاقة الملائكة مع المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قالت حكيمة فلم أزل أرى ذلك الصبي في كل أربعين يوما إلى أن رأيته رجلا قبل مضي أبي محمد بأيام قلائل رجلا يعني كبيرا لا لا في سن الرجال الرجال ولكن حينما يقال عن يافع قد تكامل بدنه وتكاملت محاسن وجشه وظهرت وظهرت مخايل شخصيته وبدأ عنفوان قوته وتجلت طلاقة لسانه يقال رجل قالت حكيمة فلم أزل أرى ذلك الصبي في كل أربعين يوما إلى أن رأيته رجلا قبل مضي أبي محمد مضي أبي محمد يعني استشهاده صلوات الله عليه بأيام قلائل فلم أعرفه فقلت لابن أخي من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين يديه تقول للإمام الحسن العسكري فقال لي هذا ابن نرجس وهذا خليفتي من بعدي وعن قليل تفقدوني فاسمعي له وأطيعي قالت حكيمة فمضى أبو محمد ذهب شهيدا وشاهدا ومستشهدا صلوات الله عليه قالت حكيمة فمضى أبو محمد بعد ذلك بأيام قلائل وافترق الناس كما ترى وهي تخاطب الراوي الذي روى لنا محمد ابن عبد الله الطهوي ووالله حكيمة الآن تقول هذا الذي يكشف لنا عن علو منزلة السيدة حكيمة ووالله إني لأراه صباحا ومساء هذا في زمان الغيبة السيدة حكيمة كانت سفيرا ونائبا خاصا وعاما ومطلقا عن الإمام الحج قبل أن تبدأ مراسم السفارة للنواب الأربعة السفير الأول لم يعرف من أنه سفير خاص ونائب خاص للإمام إلا بعد مدة من الزمن فعينما استشهد إمامنا الحسن العسكري وبدأت الأيام الأولى لغيبة إمام زماننا وكانت تدريجية لأن الإمام في الأيام الأولى بعد شهادة أبيه التقى بكثيرين ولم تصل إلينا كل النصوص ولكننا نستطيع أن نستكشف ذلك وكان متواجدا في بيت أبيه ومرات تصل الأخبار إلى السلطة العباسية ويداهمون البيت إذا ما وصلنا للحديث عن التفاصيل التاريخية إن كان في حلقات هذا البرنامج أو في برنامج زهرائيون إن وفقت لتقديمه في خدمتكم سأتناول هذه المطالب التاريخية وبالتفصيل في الفترة المباشرة لشهادة الإمام الحسن العسكري الذي كان ينوب عن الإمام الحج السيدة حكيمة مثلما نابت السيدة زينب عن إمام السجاد ومثلما نابت السيدة المعصومة عن أبيها موسى بن جعفر هناك من الروايات والأخبار ما يشير إلى ذلك وهذا الخبر يحدثنا عن نيابة السيدة حكيمة عن إمامنا الحج ووالله إني لأراه صباحا ومساء وإنه لينبئني عما تسألون عنه فأخبركم ووالله إني لأريد أن أسأله عن الشيء فيبدأني به ووالله إني لأريد أن أسأله عن الشيء فيبدأني به وإنه ليرد علي الأمر فيخرج إلي منه جوابه من ساعته من غير مسألتي وقد أخبرني البارحة بمجيئك إلي وأمرني أن أخبرك بالحق مرة أخرى أقرأ كلامها لأن كلامها هذا يتحدث عن حقيقة مهمة جدا يغفل عنها الشيعة عموما لا أدري إن كان بعض الشيعة يعرف هذا الأمر أو لا قطعا المراجع والعلماء لا يعرفون ذلك ولا يعتقدون به لأنهم أساسا لا يوثقون السيدة حكيمة ولا يعتمدون رواياتها هذه إن لم يكونوا جميعا الأعمل أغلب من مراجع المدرسة الأصولية مراجع الموت والأحياء على حد سوى ماذا تقول السيدة حكيمة وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأُرِيدُ وَقَدْ أَخْبَرَنِي فَعَلِمْتُ أنَّ ذَلِكَ صِدْقٌ وَعَدْلٌ من الله عز وجل لأن الله عز وجل قد أطلعه أطلع الإمام الحجة أطلع القائمة من آل محمد قد أطلعه على ما لم يطلع عليه أحدا من خلقه وهذا خرج من طريق السيدة حكيمة صلوات الله وسلامه على القائم وأبيه العسكري وجده الهادي وعلى عمته السيدة حكيمة وعلى أمه الأميرة الطاهرة السيدة نرجس